بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، أعلنت وزارة الدفاع البنتاجون موافقة وزارة الخارجية على البيع المحتمل لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي ثاد للإمارات ومنظومة باتريوت للصواريخ الاعتراضية للسعودية في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 5.3 مليارات دولار. البنتاجون أوضح أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لنحو 300 صاروخ باليستي لمنظومة الدفاع باتريوت إضافة إلى عتاد داعم وقطع غيار مع تقديم خدمات الدعم الفني للسعودية والتي قد تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار. الخارجية الأمريكية وافقت أيضا على صفقة محتملة أخرى لبيع 96 صاروخا لمنظومة ثاد للدفاع الجوي ومعدات ذات صلة للإمارات إلى جانب قطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني. وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية فإن تقديم الإختار إلى الكونغرس بشأن الصفقتين لا يعني إتمام الاتفاق أو انتهاء المفاوضات وغالبا ما تكون الخطوة الإجرائية المتمثلة في إختار الكونغرس أول إقرار علني بأن الصفقة قيد التنفيذ. ويأتي إعلان موافقة وزارة الخارجية بعد نحو إسبوعين من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيمي البلدين في السعودية خلال قيامه بالزيارة للمنطقة في يوليو تموز الماضي ينظر إليها على أنها محورية لتعزيز علاقات واشنطن المتراجعة مع الدولتين. موسيقى